وإلى الثقافة والفنون وانطلاق مهرجان الفنون والثقافة تقنا ماسانا الدورة السادسة بمدينة بنغور حضر بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة وعدد من الشخصيات البارزة بمشاركة مميزة من قبائل الماسا بشات والكاميرون محمد خميس مهدي والمزيد عن هذا المهرجان الدورة السادسة للمهرجان الثقافي تقنا ماسانا بدأ بعصف النشيدين الوطنيين الشادي والكاميروني المناسبة الصغافية كانت غاية في الروعة حيث عكزت مدى واصل التلاحم والإخاء بين قبائل الماسا في البلاد والكاميرون وبعد ذلك عزف النشيد تقنا ماسانا إيزانا بالانطلاق الرسمي لمهرجان الفنون وصغافة تقنا ماسانا والأهمية المناسبة الصغافية فقد حضر كل من وزير الشباب والرياضة والطرفي يوسف أبا صلاح ممثلا لنظير وزير الصغافة بالإضافة لإبن المنطقة وزير البترول بشير مادة وعدد من الشخصيات عمدة بلدية بنغور جي بي سو ميتالة عرب عن فايق فرحتي لتنظيم المهرجان الصغافي في مدينة بنغور أما حاكم إقليم مايوكا بشرق رمضان إردبو حيى الجهود الجبارة التي قام بها عباء اللجنة التنظيمية للمهرجان وناشد تجمع ابناء ماسا لأهمية الوحدة أما الرئيس المنصغ للمهرجان إبراهيم فولا صرح بأن الدورة السادسة للمهرجان تقنا ماسانا جاء تحت شعار تجديد وتفعيل الأنشطة الصغافية لتجمع الماسا وهذه الدورة حققت نجاحا منغطع النظير بدوره وزير الشباب والرياضة والطرفي يوسف أبا صلاح أكد أن تجمع الماسا يمتلكون إرسا صغافيا ضارب في الجزور ويجب المحافظة على هذه الهوية الصغافية عقب ذلك قدم أعضاء مختلف الوفود الذين جاءوا من أقليم مايوكا بشرق والكاميرون أروض رقصات شعبية وخاصة رقصة القرنة والتي نالت إعجاب الحضور وخلال المناسبة قدمت ملكة جمال تقنا ماسانا دورة 2017 بالإضافة للوصيفة الأولى والثانية لملكة الجمال ونبقى ضمن فعاليات مهرجان تقنا ماسانا حيث عقد أعضاء تجمع الماسا جمعيتهم العمومية العادية حيث ناقش المشاركون نصوص القوانين والبقترحات التي كلف بها أعضاء المكتب التنفيذي خلال فعاليات المهرجان العام المنصر محمد خمسماتي الجمعية العمومية العادية هذه انعقدت غبيل يوم واحد من انتلاغة المهرجان الدولي لفنون وصغافة تقنا ماسانا وفي بداية الأعمال قدم أعضاء المكتب التنفيذي بعض نصوص القوانين والمقترحات الجديدة للأعضاء بغية دراستها وبالتالي اعتمادها بالإجماع وفي المداخلة التي قدمها الرئيس المنصغ العام لتجمع تقنا ماسانا أو ضحب أنه إبان الدورة السابقة للمهرجان والتي نظمت بمدينة ياقوى الكاميرونية في عام 2015 فقد طلب من أعضاء المكتب التنفيذي ضرورة تجديد وتفعيل أنشطة مهرجان الفنون وصغافة تقنا ماسانا وعليه عقدت عدة لقاءات تفاكورية وورش عمل وفي النهاية خلص المشاركون إلى هذه النتائج لتكون بمسابة نصوص وقوانين جديدة ولأجل التنظيم الجيد للمهرجانات المقبلة لا بد من إنشاء صندوق مالي للتضامن ومن خلال مساهمات المالية للأعضاء يتم تنفيذ المشاريع الخاصة لتجمع أبناء تقنا ماسانا اشتركوا في القناة